السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله أخواني وأخواتي وأهلا ومرحبا بكم لماذا يكرهوننا هذا هو العنوان اللي حاول فيها أوجه رسالة أحاول جهدي إن شاء الله أني أعملها مختصرة قدر استطاعها البث سؤال هذا عمالي بوجهه للإخوة والأخوات اللي بتساءلوا من ظاهرة يا ترى أنا كمسلم أنا كملتزم أنا كإنسان أحب الله وأحب رسوله ولذا أجهز نفسي لرضى ربي أنتقل من هذه الدنيا بدون أي سبب يذكر بجد كثير من الناس كمسلم بيهاجموني بيسبوا علي بيستهزئوا فيي على المستوى الدولي والإعلامي وكذا طب ليش؟ فهذا قد قد يضع أو يجعل بعض الناس يشير في عندهم نوع من التشكك في الشيء اللي هم مقتنعين فيه أو الملتزمين فيه هنا أريد أعطيكو تفسير لهذه الظاهرة بتعينكو طبعا وأنا رسالتي أوجهها تخصيصا لمن يحب دينه من المسلمين ولمن يريد أن يعتز بدينه فقط هذه الفئة المستهدفة بهذا الفيديو من باب الاحتياط فقط بشكل سريع اثنين ثلاثة بس يأكدوا لي أنه أنا صوتي واضح حتى أتم بشكل مختصر بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طيب يعني لو اثنين أكدوا لي الصوت واضح يكفيني أنا جزاكم الله خير أصلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وأن يجعل التفرق بعده تفرقا معصومة وهي عندنا تأكيد أنه جماعة اليوتيوب وجماعة الفيسبوك مع بعضهم بيسمعهم يا إخوة رسالتي مخصصة ومحددة العنوان اللي شايفينه لماذا يكرهوننا مين إحنا أقصد بإحنا كل مسلم يحب دينه ملتزم يبضل جهده للالتزام ماشي؟ طيب من هم؟ لما أقول لماذا هم يكرهوننا الضمير على مين بعود بهذه المجموعة من نسبة إلي في بثي هذا يعود على أي إنسان تحت أي لافته بهاجمك كمسلم وبكرهك كمسلم ومن خبرتي عم بتحدث بشكل أوضح عن المتطرفين من علمانيين العرب والمتطرفين من الليبراليين العرب والمتطرفين من الطائفين العرب بشكل أخص وليش مطلق لكن ينطبق على كل من يكره الإسلام بدون أي سبب منطقي وأستثني من كلامي ديروا بالكوه طلعوني من كلامي الناس اللي عندهم مشاكل شخصية يعني واحد مثلا علماني لبرالي بعي شي كذا إلى آخره يتأذى من واحد يزعم أنه مسلم غشه سرقه أذاء كذب عليه نصب عليه إلى آخره طلعوني هذوله بره بهاي بره المعادل لأنه هاي قد ظهر بشرية موجودة في الدنيا كلها أنا اطلعوا لي يعني واحدة على سبيل المثال مثلا مثلا زوجها كان يزعم أنه ملتزم وأنه متبع للكتاب والسن وظلمها أذاها شتمها ضربها إلى آخره فبالتالي بتكره الإسلام اللي هو تحجج فيه طلعوا لي هذوله بره اللي عنده مشاكل شخصية اللي عنده مشاكل نفسية اللي عنده مشاكل سياسية طلعوا لي بره المعادلة أنا الآن فقط فقط بوجه هذه الرسالة لفئة الفئة اللي بوجهها هي مجموعة الملتزمين من المسلمين العرب الذين يفهمون لغة الآن ويريدون التزامهم بكل طيب ويريدون الاعتزاز والافتخار ومع ذلك يجدون أنفسهم لا يدخلون موقعا إلا وجدونه هجوما على الإسلام والمسلمين استهزاءا بصلاتهم استهزاءا بلحيتهم استهزاءا بجلبابهم استهزاءا بحجابهم استهزاءا بكذا إلى آخرين هجوما على نبيهم هجوما على زواجه هجوما على زوجاته هجوما على تاريخ الإسلام شبهات عقدية على فكرية على تاريخية ضرب 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 فبعض الطيبين أمثالكم قد يقع تحت تحت منطقة خطيرة وهي لما يشوف الضرب من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ويتكرر قد يحصل عنده نوع من الإحباط الإحباط يتحول إلى شيء من احتمالية التشكك يا ترى طيب معقول كلهم غلط ليش عم بيطخوا بهاجموا بيعملوا هذا التساؤل قد يدخل في نوع من الشبهات وقد ينبني عليه بعد ذلك هذه بتصير خلينا نحكم وتتكرر مع كثير مننا في أي لحظة من اللحظات مشان هذولا بدأ وجه هذا الفيديو إذن لاحظوا كم قيد حطيت تخصص إحدى التفسيرات الواضحة جدا ربنا سبحانه وتعالى أعطانا إياها عن الفئات الأخرى اللي بتكرهنا دير بالك مش لأنه عملنا إيش غلط معهم ولا لأنه وذيناهم لا 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 إحنا مجرد وجودنا بدون ما نعمل أي إشي مشكلة عندهم المشكلة عندهم بدي أعطيك واحدة من الآيات بس هيك أقعد بهدوء واستمع لها وأعد التكرار وأدخل على القرآن ويقرأه وإرقى تفسيره مشان تستوعب إحدى الاحتمالات لبعض الفئات طبعا إحنا بنعمل قياس هذا مثال على بعض الفئات أنا بحكي على كل من يكره الإسلام ربنا أعطانا مثال لمجموعة من الناس في وقت ما كيف بيفكروا هذا التفكير خدوا وقيسوا على كل حدا بيسبك وبيشتمك وتمش عامل له إيشي طب يا أخي ليش بكرهني طب يا شو عامل له ليش بظلوا يهاجم 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 ليش؟ الجواب الجواب عند ربنا سبحانه وتعالى افتح قوس وركز معي ورسالتي فقط للمسلمين اللي بيحب إسلامه افتح قوس الجواب حسدا من عندي أنفسهم والمفاجأة من بعد ما تبين لهم الحق ركز معي كلام ربنا حسدا من عندي أنفسهم يعني السبب مش إنك أنت أذيته أنت ما سبيته أنت ما شتمت أنت ما هتهاجمت عليه أنت بحالك عايش مبسوط حابب تعتز بالتزامك حابب تعتز بغضك البصر حابب تعتز بعفتك وطهارتك حابب تعتز إنك ما بتشرب الخمر فبالتالي عقلك ما بطير منك فبالتالي ما بترجع للبيت وأنت قاعد بتتبول على حالك ما بترجع بتضرب مرتك بتغض بصرك تكتفي بزواجك حابب تعتز بعفتك وطهارتك بتصحبيش شباب وتطلعيش وتروح وتتعطيش مخدرات ما بترضي لأنفسك وتبعدي تستعرضي بجسدك على الإنستجرام وعلى اليوتيوب وعلى كذا يلاخلي مش عام ليش أنت عايش لحالك طب في ناس بظلوا يهاجمك ويهاجمك ليش؟ برجع بقول حسدا من عندي أنفسهم ركز معاي من بعد ما تبين لهم الحق هيوقف عندها ربنا عم بيعطيك عفية من الناس أنه هذولا السبب كرهم إليك وضيقهم منك أنت ما عملت معهم إشي لكن في مشكلة عندهم حسدا من عندي أنفسهم والمشكلة وين؟ مش إنه جاهل من بعد ما تبين لهم الحق أعطيك تحليل نفسي أنا الموضوع ما يأثر عليك لأنك أنت مش رح تقدر تغير فيهم إشي لأنه مشكلتهم وجودك مش فعلك ها بدي أعطيك مثالين سريعين جدا بس تأخذ من ظلالهم المعاني وإن شاء الله بإذن الله تكون الفكرة وصلت المثال الأول إبليس مع آدم آدم عمل إشي لإبليس؟ أذى أزعجه اعتدى عليه شتبه سبه سمن وجدش بالكاتس جديد جديد موجود رفض ليش؟ قال أنا خيره منه كبر بدير بالك الكبر الوصف العام جواته بالحشوة شوفي عسد راشي؟ الله أمر الملائكة بالسجود أنا خيره منه حد اللعب أنا خيره منه آه فرفض فاستحق اللعبة إلى يوم الدين هو واللي معاه هذا اللي مش مقتنع بالتحليل هذا احتمال احتمال ثاني بدأ أحكيلكو على طبعا ناخده من زاوية آه جماعة آه يعني قوم لوط عليه السلام هلأ المؤمنين اللي معاه واللي بأيدوا ولوط عليه السلام هو رافض الفعل عم بيحكي لهم غلط ما بيصير صح وكذا إنكم أنتم تفعلون كذا إلى آخره القرار اللي أخذوا ما استخدم قوة معهم هو ما رح سبهم وشتمهم ما جاب السلطة منعتهم وضربتهم أبدا بالعكس هم العدد هم القوة طيب لوط فقط ما فتأ يعلن بأنه هذا غلط القرار أخرجوا آل لوط من قريتكم لاحظ يي مسكين أنهم كانوا جاهلين لا يي ما كانوا عارفين لا يي مش فاهمين لا 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 صرحوا وربنا أعطانا التصريح تبعهم إنهم وناس يتطهرون ركز معاي شفوا جماعة قوم لوط على الرغم من اللي كانوا يعملوه إلا إنهم كانوا في ميزة بهذاك الوقت فيهم كانوا صريحين وما غيروا الأسماء يعني ما أعطوش أسماء أخرى للمسميات كانوا واضحين وصريحين الإعلام تبعهم قال أخرجوا طب ليش إنهم وناس يتطهرون ما خبوا قال لك هدول الجماعة يتطهرون أضرب طب بأيش أذوكم ما أذونا بس ممنوع وجودهم طب ليش يتطهرون طب ما عم يكونش إشي يتطهرون أه أم بعطيك عنثل أنا للي ها لا لاحظ للي عنده إشكالية طب ليش بيهاجموني أنت مش ضرورة تكون عامل شغلة دي البالك وجودك وجودك بس وجودك مشكلة عندهم هي أعطيتك مثل لاحظ كيف مثل إبليس مع آدم مثل الثاني قوم لوط مع لوط عليه السلام قوم ومثال ثالث وبعد ذلك أعطيك مثال بسيط من الواقع العام اللي يمكنك من يعيشه المثال الثالث اللي ذكرت لنا عن أصحاب الأخدود ظاهر الرواية عننا أن أصحاب الأخدود قوم من أتباع عيسى عليه السلام يعني من المؤمنين المسلمين اللي بتتبعوا النصرانية الحق في وقتها ها فهم مسلمون مثلنا يعني أتباع عيسى دير بالك وترحنا كل من تبع عيسى عليه السلام بحق وصدق في وقته وآمن به نسبة لنا هو مسلم وأخو لنا في العقيدة والإيمان فهؤلاء مسلمون على شريعة عيسى عليه السلام كانوا من المؤمنين النصارى فالتزموا بإيمانهم فخدت لهم الأخاديد وحفرت لأنه كان ملتزمين وكان في حاكم ظالم مجرم القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى لما عبر عن هذا الموضوع ناخد رسائع من القرآن قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود ركز معاي افتح قص وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقم النقم اللي عندهم الكروح الحقد شو سببه إلا بسبب أنهم آمنوا يا عمي طب هو ما أذاك ممنوع تآمن طب ولك أنا إيش عاملك إذا أنا مؤمن ومعتز بإيماني بديش ياك تأمن طب أنا ما أذاك ممنوع تؤمن بدك تكون مثلي زي إذاك تأمن على إله إلا الله طب ممنوع هي أدل لثلاثة إبليس وآدم لط وجماعته والمثال الثالث المؤمنون من النصارى في زمانهم مع أصحاب الأخدود لاحظ وما نقم وربنا نعم بيحكي دير بالك وما نقموا منهم ولا في أي سبب آخر نص واضح لسبب النقم لاحظ نقموا منهم وقبل شوي يقول لك أخرجوا يتطهرون وهذاك شو قال لك أنا خير منح كلها تدور على لاحظ هيترث أمثلة هذه سريعة جدا هيك من الذاكرة وأنا خير منح متكبر حاسد عليه ليش أنت عم تعطيه بتفضله مرض قلبي الثاني أخرجوه من ناشو يتطهرون أنت عم بتسوي إشي أحسن منه فهو مش طايق وجودك منزعج لأن أنت ما عم تقذيك بس لأنك أنت عم تمشي صح بالنسبة له عمله أشكله فهو والثالث اللي هم إيهاش وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الآن أعطيكو مثال بسيط هذا مثال نظري هيك يعني خيالي أنا اخترعته من رأسي أخذ من الوقائع اللي بنعيشها النفسية والتربوية مشان الناس اللي بتغلبوا في فهم النصوص القرآنية واللغة العربية الفصيح هياخدوا المعنى ببساطة شديدة جدا أنا جلما قلت هدفي من هذا البث هو تمكين إخواني وأخواتي اللي بيحسوا من كتر الضخ والهجوم على تديونهم وعلى إسلامهم على إلى آخره طب يعني معقول أنا أكون غلط مشان هذا ما يتسرب لك حقق علي أنا كإنسان متخصص في هذا المجال أقدم لك نوع من الهدية مش شطارة مني أنا بس عم بنتقي من كلام ربي وعم بذكرك وذكر فإن الذكرة تنفع المؤمنين بس هذا هو الهدف من كل الفيديو فالمثال تقريبا للصورة افترضوا إنه بنت مجموعة من البنات بدرسوا في كلية ماشي؟ البنات متميزات شاطرات يعني عفوا بكلية علمية فرضا طالبات كلية طب فجايين كلاتهم باكراوند الريسة كلهم دمسيروا طبيبات الآن لو صدف إنه بنت من هذول الطالبات أشطر منهم كلهم بدراسة وقدر الله أجمل منهم كلهم وهم البنات في داخل أنفسهم مقررين إنه جمالها يفوقهم كلهم والبنة هذيك إذا مشت الكل بتطلع عليها قد ما هي حلوة فهي أشطر منهم بدراسة وأجمل منهم في الشكل وكانت داير بالها على حالها مترباية راقية جدا في بيت أمها وأبوها الله يحفظها ويحفظهم داير بالها مظبوط ما بتحكي كلمة غلط ما بتتواقح ما بتنزل ما بتضحك يمين ويسار ما بترضى تطلع مع الشباب محترم حالة ومحترم الناس بتحترم الكل لكن لا بتقبل لنفسها أي شيء غلط لا يمين ولا يسار لا بتلبس لباس يعني معيب ولا بتطلع مع شباب ومحترم نفسها ودراستها وإلى آخرين فسمعتها زي ما يقوله زي الفل سمعة شخصية جمال علامات تخيل لي الآن واحدة من الطالبات الثانيين اللي ها لسبب ما ربنا ما قدر لها نفس المستوى من الجمال هي حاسة هي عافية مدركة ولسبب ما بدهاش تشتهد في الدراسة بدهاش تقضيها سحرات وروحات وشيء طبيعي مش رح تجيب زي هديك ما بدهاش تدفع الثمن فبالتالي دايما علاماتها أقل فهديك دايما هلأ لاحظوا البنت خلينا نسمي البنت الأولى مثلا A والبنت الثانية B ضمن مجموعة بنات عندي A وعندي B فالبنت A متفوقة دائما لاحظ كيف مؤدبة دائما خلوقة دائما علاماتها الأولى الأولى على القسم والكل بتمنى كلبه معها خاصة من الشباب بسبب جمالها وهي مش سامحة لحدها هي الآن لا جايب حدا ولا معتدي على حدا ولا بتأذي حدا بحالها بحالها لكن اللهم محافظة على خط واضح دراسة التزام غضبصر عفة طهارة ما بتسبحش لأي حدا من الشباب بالغلط يتفلسف هيك ولا هيك أي غلط بتحطه عند حده بتؤدي واجبها بتؤدي دروسها امتحاناتها بتروح على التدريب تبعها بتدخل على المستشفى إلى آخرين البنت B اللي عم بتشوف الناس كلها كيف بتتعلق على هاي البيت ما شاء الله عليها الله يحفظ ما شاء الله مالكة جمال ما شاء الله ما شاء الله شو بيشتغل عندها هلأ هديك البنت ما عملت لبي اشي ما جت فيها بس بي عم بتشوف الفيدباك انه بيمدحوا جمالها زائد بيمدحوا اخلاقها زائد بيمدحوا التزامها بيمدحوا علاماتها بيمدحوا شو بيشتغل هنا بيشتغل كبه هلأ ما عملتش اشي غلط لبي ما جتش فيها ولا نهائية ولكن رح تكتشفوا عمليا 24 ساعة البنت بي شغال السلخ باي من وراء لوراء بتعمل فيك مثلا على سبيل المثال accounts وبتدخل بتسب عليها وتشتم بتدخل على صفحتها مثلا على سبيل المثال وبتهاجمها وتستهزئ فيها بقعداتها الشخصية بتجيب سيرتها بالغلط اذا صدف هديك المسكينة ايه بشر بالاخير غلطة غلطة غير مقصودة بشغلة معينة هاي بتضلها شهر تطبل وتزمر فيها وتحكي بالموضوع وتكبر وتعمل من الحب جوبة وتحط المجهر عن الموضوع ليش؟ لأنها من جوة ايش؟ حسدا من عندي انفسهم بركز معاي حسدا ليش؟ لأنه هي عارفة انه هديك اعف منها اشرف منها احسن منها انضف منها اشطر منها احلى منها وان كان هديك دير بالك حصلتها باجتهادها ما اذتها بس هاي مش بتحملة يا اخت الكريمة عم بحكي على بي حابة تكوني زيها اشتهدي زيها اقطعي باب الشباب النور عن حياتك ادرس يمليح التزم يمليح استري حالك وشوف كيف ممكن تفوقيها قال لأ بدها تضلها على ما هي عليه تستمتع بشهواتها وتسوي اللي بدها اياه وترقص وتغني وتطبل وتزمر وبدها تأخذ نفس الكريديت تكون الاولى على القسم لا عمي ما مزبط ربنا خلق الكون ووضع فيه قوانين غصبا عني وعنك وعني وعنك وعنا جميعا من يعمل خيرا يزى به ومن يعمل سؤال يزى به ربنا حطه قانون بالفطرة ربنا خلقنا بالفطرة اللي فينا بيكون ماشي صح شو ما كان الفطرة تعجب فيه وتحترم وحتى لو كنت مختلف معاه شايفين هذا المثل هذا قديش بنشوفه بحياتنا على مستوى الموظفين وموظفات الزملاء والزميلات والطلاب والطالبات على مستوى الأقرباء أقولكو على مستوى الأخ والأشقاء من بطن واحد أخ مع أخ أخ أخت مع أخت من بطن واحد أم واحد أب واحد في البيت إذا ما أمهم أبوهم ربوهم كثيري سبب ما واحد منهم بيكون ملتزم برد على أم أمه وشو ما حكت له حاضر يا أما حاضر يا أما حاضر اللي تؤمر والثاني كل شوي يعني ما في حدا غيري يعني أنا يعني أنا طيب بتيجي الأم على سبيل المثال في واحد بيسموه مرضي قلبها حتى لو عصبت عليه حتى لو سبت وشت ما تبنزل رأسها وقلها آسف يما وهي بتكون غلطانة فهي لما تكون تراجع عليها بتقول الله يحفظك يا حبيبي الله يخلي ليك بتتحمل صعوبتي بتتحمل غلبتي بتتحمل كذا بتيجي بتعبطه بتبوسه بتشكره والثاني إذا غلطت معاها وتكون الحق عليه وغلطة عليه بوقف زي العنز السمرة كل شوي دددددددددددددددد مجننها عامل حفرس و دف قلبها فتخيل عاد مثلا بصطف قاعدة معينة يجوا الناس عندهم قرايب والله كيف الولاد ما شاء الله إن شاء الله ما مش مغالبينك بالله يبالله عليك يبالله عليك مين بتحبي أكثر مثلا أو مين بفيش قلبك أكثر تخيل وضع الطبيعي شو تحكي يعني مين فيش قلبها طبما هذا هذا كمان شوي بدها تبوس رجلي قد ما فيش قلبها طلع الغسيل على السطح بيطلع نزل الغسيل بنزله ليش عملت هيك كذا تغلط معه بتقوله ليش كسرت الكذا ومش أنا لكسرته لا أنت لكسرته ممكن تضربه كمان وبعد شوي تكتشف نهي غلطان تروح تعتذر منه ويسامحها دوري بينما هذاك على الدقرة جوزها ما بحاسبها زي هذاك واقف لها على الدقرة مجننها برافع صوته عليه إلى خير تخيل بيجي مثلا فرضا عسبي إلى المثال يجو قرايب راح وسألوا السؤال قعدت نسوان وكان هذا أخونا المحترم اللي مش محترم عم بيسمع عن وراء الباب فوحدة من القريبات عم تسأل هاي الأم كيف ولادك بالله مين اللي بتحبي أكثر دنيا عنه بلها ستقول هذا فلا ما شاء الله يحفظ هذاك حسبي الله علي دنيا وعالم فبيجي هذا محترم الكيوت كتير الاحاسيس المرهفة بيزعله بيزعله بش يبدي ينتحر تعرفوا سيبدي ينتحر لأنه ماما حكت إشي كتير كتير بزعله إذا ما يلعن شيطانك يا البعيد شو بتتوقع يعني تحكي فيك شعر يعني مثلا 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 تحكي فيك شعر إذا ما انت عالي لقلبها انت حاطت نقطة صودة جوة قلبها شي طبيعي شو دخل هذا الموضوعي دخلوا عن بعملكم مقارنات هذا الولد إذا أمه متحت أخوه بيحقد على أخوه مع أنه أخوه ما عملش له إشي بس أخوه ماشي صح فبكرهوا ليش بكرهوا بكرهوا لأنه ماشي صح ركز معاي بكرهوا لأنه ماشي صح الحل المشكلة شوفوا حل المشكلة إنه أنت تمشي صح فبتصيروا زي بعض وبتطلعوا مش كل الناس بغلوا هذا الموضوع حل المشكلة عندهم حقد حسب طيب النتيجة تظلوا يهاجمك وإذا بيطلع بإيدك بيطلع بإيده بحرفك تصير زيه أعطيكم كمان مثالاً أنا ذكرته مثال رابع ابني آدم الغربة قرباناً فتقبل من أحدهما يفترض بالآخر شو يعمل يا رب تسامحني على تقصير لأنك ما قبلت مني يا رب دلني علمني يا الله لماذا لم يقبل مني أين تقصيري أعني على التوبة لاحظ فلن عندي ابني آدم قرباء قرباناً تقبل من أحدهما لم يتقبل من الآخر هذا يفترض يوقف ويطلب يا رب علمني كيف أصلح الحل عنده كان إيش قال لأقتلنك طبعاً إيش عملت لك لأقتلنك طب يا عمي أنا مش غلطة معك أنا مش جاي فيك لأقتلنك ركزوا معاي قال لأقتلنك ركزوا معاي لأقتلنك إنهم أناسي يتطهرون وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد قال أنا خير منه بعيد قال أنا خير منه قال لأقتلنك إنهم ناشون يتطهرون ركزوا معاي أعطيكم أمثلة وشو بلشناها التحليل النفسي حسداً من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إبليس فاهم وعارف حقد على آدم قوم لوط فاهمين وعارفين لكن هدول يتطهرون عم ننحرجح أمامهم بدنا الكل يعمل غلط زينا إذا ما بتعمل زينا والله لنفسوي ونعمل يتطهرون جماعة المسلمين أيام العيسى عليه السلام وأتباع عيسى عليه السلام إيش بدهم يحرقوهم طب شو عملنا لكم إحنا إلا أن يؤمنوا بالله ممنوع تؤمن بدك تكفر زي بدك تعبد الأسلام زي بدك تزجد جي بدك تطلع وتشتغل في الإباحية وتزني وتقبل تكون شو اسمه ديوث ومرتك ترقص معاي وأنا أرقص مع مرتك وبناتك يتشلحوا ولادي يشربوا غير هيك بتكون كيوت هيك رائع منرضى عنك ونضمنا نتقبل لك ونحكي عنك ما شاء الله مسلم متفتح مسلم رائع لبرالي عقليته تنويري متفتح بدهم لأيك يزكفو لك ونت بعيد عنك بعيد عنك زي الأهبل هون بزكفو لك وقاعدين مجروك للهاوي بزكفو لك هاي بزكفو لك بزكفو لك لأنك أقنعت مرتك تلبسها النونة قصيرة بدهم بزكفو لك ماشي بزكفو لك لأنه بناتك كلاتهم صاروا عن ركبة ونصطة العين وكذا بزكفو لك بزكفو لك لأنك أنت والمدام تبعتك بتروحوا على حفلة وبترقصه وبعدين بيجي صاحبك المحترم بيحكي للمدام تبعتك تسمحيلي برأسه وبتقلده الأمثال وبمسك إيدها وبرقص معها سلو يسعد لي أنا أطع قلبي أنا مش كيف عليش بزكفو لك من هم اللي بزكفو لك من هم انت منتبه من هو اللي عم بزكفو لك ويظل يقول لك ما شاء الله متفتح متنور متفتح متنور متفتح متنور مين اللي عم بيقول لك اللي عم بيقول لك إنك متفتح ومتنور هو من جماعة حسدا من عندي أنفسهم أو من جماعة أنا خير منه أو من جماعة قال لا أقتلنك أو من جماعة وما نقموا منهم أو من جماعة إنهم وناس يتطهرون فيش واحدة منهم عم يعطيك أمثلة يعني الآن فأبضلهم بزكفوا لك فدير بالك إنت كونك عم تمشي صح إسحك تفكر أنهم بيسبوك وبيشتموك لأنه في عندك إش غلط هم ما بدهم صح يكونوا موجود فدير بالك أنا ما عم بجتهد من أشياء هيكة من رأسي عدم مؤاخذة مش قاعد بخترع نظريات من رأسي أنا أقصى شيء بعمله عم بحاول بس أفهم كلام ربي حبيبي سبحانه وتعالى اللي أكرمنا فيه بس عم بجيب لك آيات عم بعطيك بالمعنى الأبسط الظاهر ما عم بجتهد من عندي لسه مش داخل بتحليل لغوي ولا بلاغي ولا قراءات السياقية ولش هاي الآية ورا هاي الآية لا 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 ما دخلتش أنا عم بقول لك نص وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد معقدة؟ قال لا أقتلانك بس ليس طب شو قلت الله ولاي شيء بس قراءة ليش نزل عم بعطيكو جزء من التحليل النفسي لظاهرة إذا شتمك أحد المتطرفين من المجموعة الفلانية أو هاجمك أو أنت بتكون قصارت معي أنا خلال هاي الأيام طبعا أعطيتكم هذا مثال البنت في الطب كمثال وقيسوا عليه كل ياته سبحان الله اللي شجعني أن يعمل هذا الفيديو طبعا ظاهرة مش جديدة أنا شخص اللي بتعود عليها عارف كم بطحك بطلع عليهم بقول ما سكينها طبعا سبحان الله بدخلوا بيسيبوا بيشتبوا عندي منهم ألاف صفحتي لكن أنا الآن جديد دخلت على تيك توك ماشي بدنا نحاول ندخل على هذا العالم نقدم كلمة خير فعم بحط فيديوهات هيكة بسيطة لطيفة جدا رسائل ما لاش علاقة بالعالم فعم الله يزيهم الخير يعني واحد بين الفيديوهات أنا صدمت حطيته صار عليه 12 ألف مشاهدي أنا ما توقعت يشوفه 50 واحد المهم فدخلوا عشرة جزاك الله يبارك الله فدخل كمن واحد طب أنا عم بحكي بموضوع ما إله علاقة لا مناقش حدا عم بحكي هيك رسائل يعني أخلاقية بسيطة جدا فدخل كمن واحد صار يسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم طب سيب عن النبي ليش دخل واحد طائفي عربي للأسف غير مسلم من العرب ودخل قال للنبي تبعك لما عمل كذا ومع زوجاته وعمل صاريحك عن الحياة الجنسية للنبي صلى الله عليه وسلم بطريقة ووقحة وقذرة وكذا قلت يا الله مش قاتر تصديق حديث النبي صلى الله قول الله سبحانه وتعالى حسن دم من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم حق انتبه اصحك تفكر هذا حاقد حاسد كارح لأنه مش فهمان من بعد ما تبين لهم الحق واتذكر هذه الأمثلة خلاصة الرسالة يا أحبة بدأ ألم ألمها وأختمها وأطلع بسرعة على الأسئلة إذا في شيء ممكن أجاوب عليه وإلا بختم وبسلم عليكم وزاكم الله خير بارك الله فيكم الرسالة أنا كنت عم بوجه رسالة للمؤمنين اللي بحب يكونوا ملتزمين للمؤمنين الماشيين على دين الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ويعتزوا بكتابهم وبنبيهم وبربهم في الرسالة الخاتمة لهذا الدين حابب يكون ملتزم بدوش يشرب بدوش يسكر بدوش يكذب بدوش يزن بدوش يتعطى مخدرات بدوش يكون بدو عزة بدو العزة اللي الله أمروا فيها العزة ما بدو يكون ذليل ما بدو يكون خانع ما بدو يكون منافق الآن هو أو هي بدهاش تكون إمع بدهاش تكون لعوبة في أيدي الرجال بدهاش تكون عبارة عن لعبة أو من كان يتسلى فيها الرجال في أماكن العمل أو الدراسة أو كذا تطلع كل يوم بتصريحة تقولوا ما شاء الله متحذرة ما شاء الله متحررة إن شاء الله الإبرالية هيك المسلم الصحة فيهم كيفة مضحكين عليها وبتسلوا عليها المسكينة فهي ما بده تكون هي بده تكون عبدة لله سبحانه وتعالى قالها أستوري أستوري قالها في مجال تستمتع به محل الله آه فهي بتحترم ربها وساتر حالها هذا الساتر حالها وماشي صح وساتر حاله وماشي صح عم بتعرضوا ل بوليينج عم بتعرضوا للتنمر من مجموعات من المتطرفين ك متطرفين علمانيين العرب وما بعمم عم بحكي المتطرفين من العلمانيين العرب وما بعمم المتطرفين من الليبراليين العرب المتطرفات من النسويات العرب المتطرفين من الطائفيين العرب هذولا شغالين بأسماء وهمية وأسماء حقيقية سب شتم استهزاء ضرب فالطيبين أمثالكم بيكونوا قاعدين بيظلوا الضرب طخ من هنا وطخ من هنا فبتأثر فأنا عم بجيهم رسالة يقولوا اسمع اسحك اتأثر على شعرة عندك ولا إشي ودعو لهم بالهداية لعل الله يهديهم ناقشهم وحاورهم أنا بدي إياك بس تعمل حائط نفسي تفهم ليش يك بيعملوا حبت تتقوى أكثر وتصير أقوى تعرف ترد عليهم هذا أمرك يعني تفرغ وروح اسمع لأحمد ديدات اسمع ذاكر نايك اسمع لهيثم طلعت مشان تعرف كيف تتعامل مع العلمانيين والموحدين والليبراليين واللادينيين واللي بدك يا اسمع لفاضل سليمان اقرأ لهيثم طلعت فيه أشياء كثيرة جدا روح لأبو عمر الباحث على قناة المكافحة الشبهات عندك بس على الأقل ما تخلي يتسرب إليك مدام كلهم بطخوا عليه معاً تبع أقول أنا عندي إشغالات لا تبع عندك إشغالات فأنا برض بطمناك آدم عليه السلام ما أعمل إشغالات لما كرهوا وحقد عليه إبليس ولوط عليه السلام ما كان بعمل إشغالات لما قوموا هاجموا وصرحوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم وناس يتطهروا بكل وضاحة إحنا اللي بختلف بين المجموعات القديمة كلياتها والمجموعات الحالية إن المجموعات الحالية عندهم قدرة على تزيين والكذب والنفاق يبينو لك عكس ما يضمرون بطريقة كثير مور بروفيشنل وأسطر بس يعني جماعة قوم لوط اللي هم لو بدأ أقدر بالمعنى التاريخي لما عندنا دليل يعني لوط عليه السلام كان تقريباً تقريباً يعني تاريخياً بحسب الكتاب المقدس خلينا نقول مزامل إلى حد ما تقريباً لإبراهيم عليه السلام فنقدر نقول 2000 سنة تخيلوا قبل تقريباً 3000 سنة الناس اللي كانوا عم بحقبوا لوط عليه السلام كانوا كثير صراحين وعندهم إنجاز التعبير الشفافية في الأخلاق الإعلامية لما أعلنوا أطردوا المجموعة الفلانية شو قالوا؟ قالوا أخرجوا على لوط الآن صاروا مور بروفيشنل في الكذب والحقد ولكبا بيجيك مثلاً رئيس على سبيل المثال زي رئيس دولة مثل فرنسا يفترض يفترض عندها قيم العلمانية واحترام الآخر عينك عينك بهين 2 مليار وبشتمهم وبنشر خطاب الكراهية وبأجج الشعب عليهم وبتسبب في فتنة ضرب النسيجي الوحدة المجتمعي كل كل آياتها شو بطلع بحكي لك؟ قل لك إياش قل لك حرية التعبير وبنفس الوقت إذا أنت انتقدت هو رسمت صورة كاريكاتيرية بعمل كل القوانين عليك كيف تقول حرية التعبير؟ دبل ستاندرد خلاصة نفاق طب ليش بكرهك؟ حكيت لك الأسباب إنهم ناس يتطهرون طهرتك وطهرتك عفتك وعفتك رح يتسبب في ضرب اقتصادهم لأنه جزء من اقتصادهم مبني على صناعة الدعارة اللي شو اسمه؟ اللي هو اللي هي صناعة الإباحية الخمر المخدرات فتخيلوا هذا كامثلة سريعة جدا محكي لكم إياها فالفاسدين من هؤلاء الناس متخبين وراء الموضوع بتضرروا إذا العفة تبعتك انتشرت بتضرروا إذا الطهارة تبعتك انتشرت ما بقى زي ما المثال حكيت لكم يا على طالبتين الطب هذيك ماشي صح بس بس ماشيها صح عامل مشكلة لهاي هاي من جماعة إنهم ناس يتطهرون الثانية بدل ما هي تصلح حالها وترتقي مثل هاي قالت لا بيضلها تهاجم هاي وتحكي عليها وعملة تسود وكذا وتشوها صورتها 24 ساعة باختصار هذه هي الفكرة أصلا الله سبحانه وتعالى ينفع بها واللي حس إنه استفاد أو ممكن يستفيد أو يفيد فيها الرجاء ساعدوني على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنشر الحلقة ويعطيكوا ألف عافية رزاكم والله خير وبترجاكم أنا الآباء والأمهات تخصيصا اللي عندهم أولاد وبنات أعمارهم من 12 ل 14 مثل هاي المحاضرة سمعتوها لأعتبروها محاضرة نص ساعة 32 دقيقة بترجاكم هاي موجودة على اليوتيوب أنا الآن عم ببث يوتيوب شوف هاي في أخ أو أخت ذكرني على اليوتيوب بآية رائعة جدا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء لاحظ ودوا يبا ييه يشيروا زينة بس أنت لأنك فوق ما بدون يبقى لك فوق بدون مياك تكون زيهم هم عم بشربوا خمر وبيزنوا بتعطوا مخدرات إباحية زينة محارب أنت كلتا مترفع عن هاي ومتطلوا عليك بشوفوك فوق ويزبطش هاي يكون فوق طب الحال اطلع فوق لا 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 بنزله تحت طب هو فوق اطلع زيه لا أنا ايوانتو انجوي هاي بيضلي تحت وهو بنزل تحت طيب ما قدرتش تنزله شوه صورته اضرب اخطاب كراحية حاقد ارهابي كذاب واو اي شي غلط بصير اعمم شوه اضرب 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 بالصورة هذا هو الشغالي فيه احنا 24 ساعة اشكر الاخ والاخت على اليوتيوب اللي ذكرني في الاية كنت عم بقول الاباء والامهات انا حب ادلكوا على شغلة اذا حبيتوا الكلام تبعي كلام صاير ما بدأ اقوله عميق جدا لانه واضح لكن مش واضح لشباب والبنات لأعمار 12-13 سنة يعني بده فيه شوية فكر على عمق فلسفي مش غلط اب وام تقعدوا على الصهرة بعد ما تتعشوا تفتحوا اليوتيوب عبر الجوجل على التلفزيون عندكم اعملوا هكليك افتحوا هاي الحلقة تابعتي مشوا اشرحوا اسأل ولادكوا شو قصدوا الدكتور فهمتوا عليه اشرحوا له خليشين عندهم معي يستوعبوا على ماذا هم مقبلون في المستقبل وجزاكم الله وخيرا انا خلصت انا عندي الان الله يزيكم الخير بشكل سريع جدا جدا بدي اشوف اذا في اسئلة الها علاقة باللي حقيت ايشي ثاني جزاكم الله خير واعتذر من الجميع جميل ما شاء الله عليكم الاخر دوان والله يريد هاي عم بذكرني انا بس من ذكرتي هاي رد ذكرني بكمان آية والله وين رحت الاخر دوان لا اله الا الله والله يريد ان يتوب عليكم اه والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيمة طبعا تصحيح اخ ردوان هي ان تميل وليس لو تميلوا لاحظوا هاي كلها بتأكد معناه عم بحكيه يعني رب لا بدي ياك وان انت ماشي هم لا لا بدهم ياك ويروحوا معهم مو بتحملين ثوبك ابيض نظيف ماشي هو بالشارع جنبك وثوبه وسخ فالناس كلها عم بتشوف ثوبه الوسخ عم بتقارن بالثوبك الانضيف طبعا انت ما عملتوا ليشي انت انت حاب تكون ثوبك نظيف ودفعت ثمن نظاف الثوبك دفعت الثمن انك غسلت ونظفته وكويته ودرت بالك علي وحممت حالة ونظفت حالك وبدوش يتنظف حر طبعا اشي يا سيدي خلص رؤوا لا بده يشوهك تكون زيه مشان بظلوا منزعجه مش انه ينظف لا لا جميل 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 طيب شو في شيء اخر لايزيكم الخير جميعا الاخت هديل بتقول دكتور لو سمحت يا ريت تعمل بوستات على التك توك باللغة الانجليزية لهاي الاعمار اولادنا في الغربة اه انا رح ابدو الجدي ان شاء الله انا يا اخو انا عايش عندي يوتيوب وعندي فيسبوك وعندي استشارات اسرية وعندي تدريب وعندي محاضرات بالعربي وبالانجليزي وعندي استشارات في المكتب يعني ما مش الموضوع بده تفكير وبده مش سهل يعني لكن يعني انا رح ابدو الجهدي باذن الله الله يزيكم الخير المحاضرة رح تكون هاي الموجودة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب الان خلال دقائق باذن الله طبعا الله يزيكم خير سامحوني انا في اشياء كتير ما عم بعلق عليها عمد شكرا محمد بنيهاني على الملحوظة الله يزيكم الخير هاي الدكتورة اروب تذكرني بكمان اية جميل ما شاء الله ومن الناس من يعيبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يا بيهاني في منهم من المتطرفين من المتطرفين العلمانيين طبعا في منهم علمانية منهم ملحدين منهم طائفيين ياب من الصبع يابا يام أيضا بيطعنك لكن المسكري عنده قدرة احنا ما منقدرها احنا دينة بحرمها علينا انه بنافقك انا ما بقدر يعني انا انا يعني لو مش حرام كلها تنا بقدر نكذبوا النافس ما بصير ما بزبطش انا اخبي عليك احكي لك شيء وانا اكون اعتقدتين ما بيزبط حرام عندي بعض هؤلاء ما عنده مشكلة محترف بهذه الطريقة هاي على كلها الله يزيكم الخير يعطيكم بألف ألف ألف عافية لا تنسوا من دعائكم السلام عليكم وحمد الله وبركاته شاركوا البث على الفيسبوك وعليوتيوب وزاكم الله خير السلام عليكم